السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده نشرح فيه جارات الاندوكراين والسي ان اس الاندوكراين 3 جارات سهلين جدا جار كولويد جويتر ونوديولار جويتر وجريفز ديزيز طيب تعالوا واحد واحد اول حاجة عندي جار الجريفز ديزيز التلات جارات الجار اللي هو مسفر ده جريفز ديزيز الجار اللي مليان سيست فيها براونش كولويد ده ده كولويد جويتر الجار اللي فيه تانج فيه جاراهو فيه تانج επιه fix اللي فوق دي دي تانج ومليان نوديولز كتير بالمنظر ده مليان نوديولار جويتر تمام؟ طيب التلات جارات دول يا بلاد الاسبيسمن تاعتنا سيشن فيه سياريد جليند طيب اول جار اللي هو القريفز ديزيز اذي سياريد جليند سيمتريكالي انلارجد يعني سيمتريكالي انلارجد يعني الطولوبس بتاعت السياريد يعني تقريبا زي بعض والcut section بتاعتنا مالها flashy cut section يبقى دي عندي ماله ده عبارة عن symmetrical enlarged thyroid والcut sections بتاعتنا flashy cut sections تمام flashy brownish او flashy reddish زي ما تقول ما فيهاش ولا cyst ولا فيها ولا فيها اي حاجة منها نقولها كمان شوية طيب بعد كده الجار بقى اللي فيه cyst صغير كده مليان براون ماتيريال ده اسمه colloid goiter section in thyroid multiple cystic spaces filled with brownish colloid يبقى كل دولة cystic spaces filled with brownish colloid طيب الجار بقى المكابل ده اولا section in thyroid خلي بالك استهم بيجي في الامتحان كتير اوي يشاور على ده ده مين ده ده تونج يبقى استهم بيشاور عليه كتير اوي في الامتحان يبقى اللي فوق ده عندي مين ده تونج طيب والسيرويد مالها ديسمه multi nodular goiter يبقى السيرويد formed of multiple nodules والنوجول ادي نوجول ودي نوجول ودي نوجول ودي نوجول النوجول دي separated by fibros septa فيه nodules solid يعني مش مفاياه السست بالمنظر ده وفيه نوجول ثانية سستك وجواها كله ده يبقى section in thyroid showing multiple nodules separated by fibros septa والسبتة والسبتة دي سوري والنوجولز دي some are solid وsome are cystic and contains colloid وطبعا السيرويد هنا asymmetrically enlarged يعني اللوب دي مش قد اللوب دي طيب يبقى أنا عندي هنا ثلاث جارات بتوع السيرويد colloid goiter nodular goiter and grave's disease الgrave's disease section in thyroid showing symmetrically enlarged thyroid gland with fleshly brownish cut section هنا colloid goiter section in thyroid gland القط سيكشن ستاعتنا ما لها في assistic spaces filled with colloid بعد كده جار المالتينودولar goiter section in thyroid gland خلي بالك السهم ده بيشاور عالمين مهم جدا على الطانج showing A multiple nodules separated by 5 precipita some nodules بتبقى solid where some nodules are cystic and contains colloid في منتهى السهولة بعد كده جارين السي النقس يعني سهلين جدا جدا اول جار مين الجار ده ده سيريبيلم ده section فين في السيريبيلم السيريبيلم showing A شايفين ده cyst فيه cyst في السيريبيلم والcyst ده جوانه جول لزقه في الول بتاع السيست بسميها mural nodules ايه mural يعني ندول لزقه في الول طيب السيست ده عبارة عن ميس ميس بس عاملة سيست جوها جلاتينا سماتيريلم مادة مخطية والجريش white nodules ده ده الورم يبقى الورم عبارة عن cystic ميس مليانة جلاتينا سماتيريلم وجريش ندول مالها ميور لزقه في الول التيومر ده بنسميه ايه بنسميه cerebellar astrocytoma يبقى الوصف بتاع الجار ده عبارة عن ايه اول حاجة الاسباسمن part من السيريبيلم شوينج ايه اللي قدامي ادي cystic ميس فيلد ويس جلاتينا اسماتيريلم شوينج ريش white ميور النوديول الوصف بتاع ورم اسمه ايه cerebellar astrocytoma بعد كده الجار التاني عندي همت cerebellar همسفير واخدينهم coronal section يبقى coronal section في cerebral hemispheres cerebral hemispheres واخدين فيهم coronal section السيكشن ده مبين ايه اول حاجة هنا فيه كده زي ما تكون كده space مليان دم ده cerebral hemorrhage طب cerebral hemorrhage واخد any side right ولا left بنسأله في الامتحان ادي right side يبقى right cerebral hemorrhage الهاموردج هنا واخد المنطقة ده منطقة البيزل جانجليا يبقى البيزل جانجليا هنا مليانة filled with clothed blood ويدي عندي lateral ventricle filled with clothed blood يبقى انا عندي المنطقة دي منطقة ايه right basal ganglia filled with clothed blood وايه المنطقة دي lateral ventricle filled with clothed blood يبقى انا عندي الاسباسم اللي عندي coronal section في cerebral hemispheres showing ايه basal ganglia فيها clothed blood lateral ventricle فيه clothed blood في حاجة مهمة جدا في الجار ده مش باينة وهتنساها don't forget don't forget ايه هنا بقى ان انا عندي acerosclerosis في البازيلر artery طيب ده مش باين في الجار ولازم نكتبه في الوصف وفي الدايجنوزيس طب فاكرين الاسرسكليروزيس كنا بنوصفه ازاي السنة اللي فاتت اي artery فيه acerosclerosis كنا بنقول الارتري ده فيه يلوش bleak اور streak وبس يبقى هنا هقول في الدايجنوزيس ان انا عندي بازيلر artery acerosclerosis طب هقوله ايه في الوصف ان البازيلر artery showing يلوش bleak اور streaks وبس يبقى جارين السي ان اس هم جارين بس جار السريبيلوم لو سريبيلر astrocytoma showing cystic space اهو مليان جلاتيناس material ويز جري شويت ميور نجول والدايجنوزيس بتاعي سريبيلر في سريبيل هم سفير رايت بيزل جانجليا filled with sclotted blood رايت lateral ventricle filled with sclotted blood والبازيلر artery في يلوش bleak اور streaks الدايجنوزيس بتاعي سريبيل هم ريج ويز سريبيل acerosclerosis تمام كده كده احنا خلصنا الجارز الحمد لله جارز الرسپيراتوري كان عمر منزل السكيم بتاعها هتسمعوا الفيديو جدا والصور بتاعتها ان شاء الله هنطبق السكيم ده السور كده كده موجودة في الفايل انا نزلته لكم هتطبق لكم السكيم على السور بقى ان شاء الله في المحاضرة اللي احنا هناخدها قبل الامتحان على طول بإذن الله ماشي وربنا معاكم يا رب ويوفقكم